رجعنا مرة تانية مشاهدين لسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد النهاردة أو دلوقتي هنتكلم في فقرة مهمة جدا عايزين نعرف إجابات الأسئلة إن شاء الله هسئلها لضيفي النهاردة إيه هي الإجابات دي لأنها هتفيدنا جدا في حكمنا أو ثقافتنا في الشعب المصري بعد مرور سنة على صورة 25 يناير أكيد الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم لو كانوا عايشين أكيد كانوا نفسهم يشوفوا مصر أحلى وأجبل ومتطورة أكتر ومتقدمة أكتر وحصل فيها حاجات كتير جدا كويسة للشعب المصري شفنا أول مبارح جدعانة ومصريين كانوا وقفين جامع بعض بيرددوا كلمة واحدة هي هي نفسها اللي كانوا بيرددوها السنة اللي فاتت في صورة 25 يناير نفسنا نستغل الروح دي في أن احنا ننهض بقى بالبلد دي نشتغل كويس قوي نحقق الدولة المتقدمة اللي نفسنا كلنا نشوفها مصر الفترة اللي جاية دي على طول من خلال فقرتنا الدينية النهاردة هنتكلم عن منزلة الشهداء عند ربنا حاجة مهمة جدا لازم نعرفها ونفرق ما بين الشهيد وبين اللي مات في أي حادث بعد كده كمان هنتكلم أو هنطلق دعوة لعودة الانتاج مرة تانية أو من جديد لنهضة مصر هيتكلم معنا طبعا نهاردة ضفنا الأستاذ الدكتور السيد أحمد النجمي دكتور تفسير وعلوم القرآن بالأظهر الشريف صباح الخير يا فانت صباح الخير يا فانت أهلا بحضرتك في الأول دكتور السيد عايزين نعرف من حضرتك السؤال اللي كنتم بسأله في الانترو بتاعتي منزلة الشهداء عند ربنا احنا عارفين كلنا نهي من أرفع المنازل ممكن تكلمنا عن المنزلة دي باستفادة أكتر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وبعد لا شك أن الشهيد له منزلة عظيمة وكبيرة عند الله تبارك وتعالى تكلم عنها قرآننا وتكلم عنها نبينا صلى الله عليه وسلم يتضح ذلك من خلال آيات كثيرة وعديدة في القرآن الكريم نقف عند قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه منزلة الشهيد عند الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة ومنزلة كبيرة جدا لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تحدث عن منزلة الشهيد ويحضر الآن موقف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءته أم حارثة وهذه طمأنة أنقلها لآباء وأمهات الشهداء حينما جاءته وقالت له يا رسول الله أين حارثة الآن أخبرني يا رسول الله أين حارثة الآن فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك فلا يرين الله تبارك وتعالى ما أصنع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها ليست جنة واحدة بل هي جنان وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى هذه طمأنة لأرواح الشهداء وطمأنة لأمهات وأباء الشهداء نحسبهم كذلك عند الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة جدا لو أفضنا الحديثة فيها لأخذنا أوقات وأوقات نتحدث فيها ولكن القرآن تكفل بذلك وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تكفلت بذلك طيب فيه ناس مختلط عليها الأمر جدا أنه اللي بيموت في حدثة أو اللي بيموت بطلقة نار هذا برضو يعتبر الشهيد هل هذا حقيقي؟ طبعا الشهيد ليس من مات في الحرب فقط لا هذا هو أنواع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يسعى على عيشه وأعجب بنشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله ومن خرج يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله وطبعا السنة تحدثت أيضا على أن من مات تحت الهدم فهو شهيد ومن مات غرقا فهو شهيد ومن مات مبطونا فهو شهيد كل هذه أنواع شهداء ليس بشرط أن يكون في ساحة الحرب بس مش بنفس المنزلة زي التوفى أو استجهد في ساحة الحرب في منازل يعني في درجات طالما أنه نال منزلة الشهيد فهو يطلق عليه شهيد طالما ذلك فهو يطلق عليه شهيد ليس هناك فرق بين شهيد وشهيد ولكنه طالما وصل إلى مرحلة أنه يطلق عليه شهيد فأصبحت منزلته عند الله تبركت على كذلك ينال بها درجة الشهداء روح صورة 25 يناير ظهر بقى رجال الدين الإسلامي والمسيحي نعم شايف ثمار التعاون ده ما بين الرجال الدين المسيحي ورجال الدين الإسلامي شايف ثمار ده في مستقبل مصر هيكون عامل إزاي حقيقة بأن الإسلام منذ أن جاء وبزغ فجره لم يفرق بين مسلم ومسيحي في الناحية الدنيوية بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء والمسيحيين عفوا والأقباط وكان منهم السيدة مارية القبطية التي أهداها إليه أحد أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس كذلك رأينا هذا التعاون وهذا التعاون المثمر في مواقف كثيرة وعديدة جدا وصراحة لم نسمع في وقت من الأوقات عن أحد يفرق أو يقول هذا مسيحي وهذا مسلم لا مصر دائما كانت تعنى بالأقباط والإسلام حريص جدا على إعطاء الحقوق لأهلها حتى ولو كان قبطيا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وبعد الهجرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أشياء وضعت ثمارا ووضعت أصولا للتعامل مع الناس جميع التيارات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ولا يفرق وأصدر وثيقة تسمى وثيقة المدينة أصدر بها صلحا بين جميع التيارات أقول بما فيهم اليهود أنا عايزة أسأل حضرتك في حاجة أنه كان يطلع بعض الأقويل على لسان بعض الناس يعني المتشددين جدا بيقولوا فيها أنه بيحرموا بعض الأشياء زي مثلا إحنا نعيد على المسيحيين في أعيادهم حاجات شبه كده الكلام ده الدين بينظر أو الدين الإسلامي بينظر ليه إزاي الحقيقة بأن عندنا أصولا ثابتة في الإسلام وعندنا قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعندنا أصل بنرجع إليه في مثل هذه النقطة وعلماء التفسير لو رجعنا إليهم لو وجدنا أنهم تكلموا عن هذه النقطة بالذات وهي في قول ربنا تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين من هنا انطلق فئة كبيرة من العلماء فقالوا بأنه لا مانع أن تعيد عليهم في إعيادهم أو أن تبرهم أو أن تودهم في مناسبات دنيوية أو غير ذلك فهذه طبعا ليس فيها شيء وليس فيها حرمة في الإسلام لأنه أعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام وص على سابع جار وسبع جار ده ممكن يبقى من ضمن ثاني جاري جار مسيحي ممكن يكون رجل مسلم يتزوج من مسيحية مش هيعايد يعني عليها لا حتة المسلم يتزوج نعم هي الإسلام أباح لنا ذلك وقالوا بأن الجيران جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق إلى غير ذلك فالجار الذي له حق والجار المقارب حتى ولو كان على غير ملتك إزاي بقى دكتور سيد نخرج من ميدان التحرير لميدان العمل وندفع بقى بعجلة الإنتاج للأمام ويبقى المنتج المصري يقدر ينافس المنتج العالمي أو المنتج اللي بيصنع في الوطن العربي عامة ترجع مرة تانية الرياضة لمصر في هذا الشيء إزاي ممكن نخرج من هذا الميدان لميدان العمل والواقعية والتطور وتقدم بالبلد دي مرة تانية ونهض بها حقيقة هذه النقطة من الأهمية بمكان آن لنا الأوان أن نخرج من هذا الجو إلى جو العمل وجو الإنتاج هذه المرحلة التي تمر بها مصر ليست مرحلة تنظير وليست مرحلة إتيكيت فكري وليست مرحلة قول لا نجد ربنا تبارك وتعالى تحدث في القرآن عن العمل بل قرن العمل بالإيمان فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في آيات كثيرة جدا لم نجد آية واحدة في القرآن تدعو إلى التكلم لا كلها تدعو إلى العمل والعمل بإتقان العمل بإتقان الإسلام يرعى العمل وبإتقان العمل ولذلك هذه المرحلة التي نمر بها هي مرحلة عمل وهناك مبشرات بفضل الله تبارك وتعالى آتت ثمارها وظهرت في الأيام الأخيرة فرأينا المؤشرات الاقتصادية بدأت في الارتفاع بفضل الله عز وجل ندعو الله تبارك وتعالى أن تسود وأن تدوم وأن تعلو أكثر فأكثر يعني هذه مبشرات نبشر بها وتطمئن على هذا المرحلة الآتية بمشاة الله عز وجل إن شاء الله في موضوع حصل عليه جدًا كتير قوي الفترة اللي فاتت وهو عن دور المرأة وأنها يجب أن تكتفي بدورها بالمنزل وتثيب دور العمل أو دور الريادة للرجل في الشارع عامة دور المرأة المصرية في نهضة الإسلام وفي مصر حريك شايفها إزاي والإسلام بينظر لها إزاي حقيقة بأن الإسلام حسم هذه القضية منذ ألاف السنين منذ أكثر من 1400 عام والإسلام تكلم عن المرأة وتكلم عن دور المرأة بل قرآن ربنا أيضًا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحدث عن ذلك وإذا نظرنا إلى أول طبيبة في الإسلام التي كانت تداوي الجروح في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي السيدة رفايدة التي كانت أول طبيبة في الإسلام بل أكثر من ذلك حينما جاءت بعض النسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يذكر الرجال في القرآن ولا تذكر النساء فنزل قول ربنا تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة فذكر الله المؤمنين من الرجال وذكر الله تبارك وتعالى المؤمنات من النساء وهذه كانت رعاية لحقوق النساء فيه برضو من أهم المواضيع اللي عايزين نتكلم فيها نهاردة هو بعض التقسيمات اللي حصلت منذ اندلاع ثورة 25 يناير ونغمة التقسيمات أو التقسيمات وهي أنه ده فلول ده إسلامي ده ليبرالي ده عميل ده بياخد تمويلات من الخارج إيه سبب نغمة التخوين اللي حصلة دي بدأنا ننسى شوية شوية إن إحنا كلنا مصريين مع بعض إيه سبب نغمة التخوين اللي حصلة دي وانتشرها إيه سبب وإزاي نقدر نقضي عليها حقيقة هي رسالة أوجهها الآن إلى الجميع وهي أن نعتصم بالله تبارك وتعالى وأن نتوحد وننبذ الفرقة وننبذ الخلافات هذه المرحلة تحتاج إلى ائتلاف هذه المرحلة تحتاج إلى اجتماع هذه المرحلة تحتاج إلى تكاتف الأيدي ننذر جميعا تحت قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها حقيقة هنا مقولة أود أن أستشهد بها وهي لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا فقال الاعتصام بالله فإن ما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والخلاف أعيد هذه المقولة مرة أخرى فإن ما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والخلاف يعني معنى هذا الكلام بأنه إذا كان هناك طاعة وجماعة ولكن فيها بعض عدم المنافع الدنيوية هي أفضل من أن تكون هناك فرقة وخلاف وفيها بعض المكاسب الدنيوية مهم جداً الكلام ده والأهم منه أنه الأزهر منذ إنشاءه هو بيعمل على حفظ السنة النبوية دور السنة في تأصيل الوسطية والاعتدال خصوصاً أنه بعض الطيرات المتشددة المسيطرة حالياً أو على سطح السياسة دلوقتي دور السنة في الاعتدال والوسطية إيه في الوقت أو في المنهج أو الفكر اللي احنا بنعيشه دلوقتي في الحقيقة إذا نظرنا إلى حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة نجد أن المنهج الذي كان يسود هو منهج الوسطية وعدم التشدد بل روح السماحة والتبشير بالخير هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ييسر ويحب الرفقة في جميع أموره ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة جاءوا إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها يعني وجدوا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما بالنا نحن لا نعمل مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم أما أنا فأصوم الدهر وقال الآخر وأما أنا فأقيم الليل ولا أرقد أبدا وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقولتهم فأرسل إليهم من ذا الذي قال كذا وكذا أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وأيضا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم وجد حبلا بين ساريتين في المسجد قال ما هذا الحبل فقالوا هي لزينب بنت جحش تصلي فإذا تعبت أو فترت تعلقت بهذا الحبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم حال نشاطه فإذا فتر فليرقد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد ونهى عن التعسف في الأمور ودعانا إلى الوسطية في جميع أمور حياتنا بصراحة كلام كتير قوي قوي كان لازم نتكلم فيه النهاردة أسئلتنا كانت كتيرة جدا في الحقيقة إن شاء الله لازم يكون فينا لينا لقاء مرة أخرى عشان نكامل بقي أسئلتنا وبقي إجابتنا نعرفها من حضرتك إن شاء الله المرة اللي جاية بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة شكرا جدا مشاهدين كان معنا في الفقرة النهاردة الدكتور السيد أحمد نجم هو دكتور تفسير وعلوم القرآن بالأزهر الشريف قبل ما نروح للفقرة اللي جاية على طول هيكون معنا التقرير شفوه معنا وارجعوا لستوديو نهارك سعيد مرة تانية هنروح لتقرير عام متحف الجامعة القاهرة ونرجع مرة تانية